طلاب الصف الثاني السنوي سوف نقوم بإيجادة التباين مفهوم التباين هو الوسط الحسابي المربعات من حراف القيم عن وسط الحسابي هنا عندي ثلاث بيانات بيانات مبوابة وبيانات غير مبوابة وفيه بيانات عندي مبوابة بفترة أو فترات كل واحدة منها لها قرون خاص بها الولايات هنا مبوابة أخذناها الحسنة للفاتد وقلنا اس تلبيع الساوي فرق القيم عن الوسط الحسابي مربع فرق القيم من الوسط الحسابي على نون سواحد يوم شاء الله هلااخد البيانات غير مبوابة ويقول ايه غير مبوابة فترة باستخدام الجدول باستخدام المسال كده مثال أشاء الله هلاك أشاء الله هلاك وعند هنا الفاعل من عشرة إلى ثلاثين تكرارها الخمسة وعند الفاعل من ثلاثين لحاجة الخمسين تكرارها خمسة وثلاثين وعند الفاعل من خمسين إلى سبعين تكرارها خمسة وثلاثين وعند التكرار من سبعين لحاجة تسعين تكرارها أربعين وعند ثمان فاعل من تسعين لحاجة مئة وعشرة تكرارها خمسة في حاجة هذه بنات بطلب القانون بتاعي استربيع بتساوي اكس 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 اي تكرارها وتكرارها تكلموا بتعدي رابع رسله يساري ف افاي على مجموع F1 طبعا مننساش ال XI ديك هي مركز الفئة XI حيث XI هي مركز الفئة ونعرف ازاي ان ايه يطبق القانون على هذي المساكل فننرس مع بعض خد بكل شيء من معرفين في جاد البسط الحسابي يتساوي عندي اكس بار اصلي اكس بار بتساوي مجموع اكس اف اي على مجموع اف يبقى انا عندي اربع حاجات لابد اجيب الوسط الحسابي لابد اجيب مركز الفئة لابد اجيب مجموع التكرارات وفي الاخير خالص انا نربحهم واضربهم في التكرار طبع ادخل الطالب حل هذا اي حل التمرين مستخدم هذا الگدوان يا انا حاسم الگدوان وانتو الباناك معاكم تدارو بيه تيغبو فانهم الگدوان كبير اعنى 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 طبعا اعنى اعنى اتباع البيع طبعا عندي هنا الفئة وهنا التكرار وهنا هنجيب مركز الفئة اللي بسميها ساي وهنا نجيب اكس بار وهنا اكس اي نايز اكس بار في الاخير اكس اي نايز اكس بار في الكل التربيع موضروح ايه في الدل بتاعتي ومنساش كمال ان انا لقد اجيب مجموع فيه الاخير من عندي هنا من عشرة من العشرة ثلاثين تكرار الخنسة عندي من ثلاثين من ثلاثين الى خمسين تكرار الخمسطاش وعندي من خمسين الى سبعين تكرارهم اربعين وعندي في الاخير من سبعين لحد تسعين تكرارهم خمسة تكرار اجيب طبعا اجيب طبعا اجيب طبعا اجيب طبعا بعد مجموع مجموع اجيب طبعا اجيب طبعا اجيب مجموع لكن بجمع الهد الأعلى لفئة بجمع الهد الأعلى لفئة بجمع الهد الأعلى لفئة ولهو سأرسم على اثنين يعني عندي هنا 10 و 30 مهمة 40 يبقى مركز الفئة 20 هنا عن 30 مع 50 و 80 بمركز الفئة 40 50 و 70 بمركز الفئة 60 أواصل الفئة 70 إلى 91 و مركز الفئة عندي ثمانين الجدول يكون من عندي الجدول التكرار الى حطولك يحط في الفئة عندي هنا عشرة حد ثلاثين وهنا تقرارهم من خمسة الفئة عندي من ثلاثين إلى حد خمسين تقرارهم بخمستاش الفئة عندي من خمسين إلى حد سبعين تقرارهم خمسة وثلاثين الفئة عندي من سبعين إلى حد تسعين تقرارهم ألبيعين وخيرا عندي ثلاثين إلى حد مئة وعشرة تقرارهم خمسة طبعا الاكساية عندي هنا بمركز الفئة بجمع الحد الأعلى الفئة والحد الآن لأقسم على اثنين عشرة مع تلاثين ألبعين تقسم اثنين ن attached to San Medical عشرة مع ترتين الاثنين تقسم пятنين لعشرة 50 و 70 120 تقسيم 62 70 و 90 160 تقسيم 82 90 و 110 200 تقسيم 82 200 تقسيم 82 طيب أنا أحسن القرون عندي أول شيء هجب عندي XI XI بالساوي مدموع XF على على مدموع F هل ضرب XI في F يضرب XI بالساوي 25 مدموع 100 50 15 40 0 4 15 60 60 35 0 6 35 0 3 3 6 18 21 80 40 50 42 32 500 500 أجل مجموع XF على مجموع F طبعا هنا مجموع F عندي يساوي 15 25 20 35 55 95 مجموع 100 مجموع 100 حسابة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 واحد وستة سبعة سبعة واحد تمانية تمانية واثنين عشرة عشرة وخمسة خمسة واحد عاتين تلاتة تلاتة وثلاتة ستة يبقسم الوصف الحسابي ستة لاتة وقتصمية على مية تطلع الف الاخر خمسة وستين يبقى جبت اكس بار سبب اتقام خمسة وستين سأجيب فرق كل نقطة عن الوصف الحسابي يعني عشرين ناقص خمسة وستين أربعين ناقص خمسة وستين ستين ناقص خمسة وستين تمانين ناقص خمسة وستين ومية عندي بالاخير ناقص خمسة وستين بعد ما نجيب القيمة قرب ربعها ودايمن وابدا بتكون القيمة مجابة وفي الاخر بنطبق هنا عندي اس تربية بتساوي مجموع اكس اي ناقص اكس بار لكل تربية مغروف اف على مجموع اف ناقص واحد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته